ترجمة نانسي قنقر سنة 1930 أثناء مرور ميشيل فيوشانج مع قافلته بمنطقة المسيد لاحظ تواجد خطوات لحيوان شرس افترس العديد من مواشي رح للمنطقة وأكل لحوم البشر الخليل السيد شاهد هذا الحيوان المفترس مرات عديدة وبسببه لا يبرح ماشيته لحظة واحدة ورغم ذلك وافق كيد لنا من بعيد عن ماء والضبع المخاتل أين تقع مغارته؟ هناك على مشارف قمة الجبل لا أدري إن كنت تراها أم لا له غارين واحدة للقيلول والاستراحة والأخرى بمثابة خيمة يسكن فيها مع أسرته اللجوء إلى غار وسط صخور جبلية غريزة لازمت حيوانات مفترسة جميعها انقرضت إلا حيوانا واحدا هشم العديد من الجماجم والعظام رغبتنا في رؤية الضبع أجبرتنا على تسلق الجبل فيما اختار الخليل العودة إلى ماشيته كي لا تبتعد فيفتك بها وحش الفلاء ترجمة نانسي قنقر 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 الصمت والسكون يخيمان على هذه الطبقات الجيولوجية المنتمية إلى الأطلس الصغير الغربي سلسلة من الطبقات الصخرية ذات تركيب متنوع أدى إلى تشكيل مرتفعات جبال باني والوركزيز وتزروط جميع هذه الأشكال الجيولوجية من فجوات وأخاديدة وانشقاقات تكونت في أزمنة فرضت خلالها مياه البحر سيادتها مغطية هذه الأراضي بسهولها ومرتفعاتها يرجع تاريخ ترصب التشكيلات الصخرية بهذه المنطقة إلى فترة الباليوزويك الجيولوجية الممتدة من بداية العصر الكومبري أي منذ حوالي 540 مليون سنة إلى نهاية العصر الجيولوجي الأول أي حوالي 250 مليون سنة كونت هذه الرصوبيات على إثر سلسلة من التجاوزات والتراجعات البحرية العديد من المستحثات أثرت انتباهنا لكثرة تواجدها على مدى الطريق نحو المغارة مستحثات حافظت على أنواع شتى من بقايا الكائنات الحية سواء منها النباتات أو الحيوانات هذه المنطقة من الأطلس الصغير غنية بمستحثات النباتات والحيوانات هذه المستحثات تمكننا من تحديد عمر نسبي للرصوبيات كما تساعدنا في بعض الحالات على معرفة مجال بيئتها لنأخذ على سبيل المثال هاتين المستحثتين إنهما ثلاثيات الفصوص وبمقارنتهما بالنموذج المماثل لهما في السلم العالمي المختص بعلم الطبقات يسهل علينا معرفة عمر الصخور التي تضمهما أي العصر الكمبري الأول نفس الشيء بالنسبة لهاتين العينتين من عدوديات الأرجل حيث يمكن إرجاع عهدهما عن طريق المقارنة إلى العصر الديفوني يتم تكوين المستحثة عبر عدة مراحل تستغرق ملايين من السنين فبعد موت الكائن الحي في أعماق البحار تتحلل الأجزاء الرخوة من جسمه ويبقى درعه محفوظا كما هو في الأصل ومع مرور الأزمنة تنهال عليه رواسب أخرى من الرمال أو الطين إلى أن تغطيه ارتفاع هذه الرصوبيات الذي يصل أحيانا إلى مئات من الأمطار يمارس ضغطا قويا يحول هذه المتكثلات من رصوبيات إلى صخور أثناء عملية تكوين الصخور يتحول الطين إلى كيست كما يتحول الرمل إلى صلصال ومع تداول الحقب يتحجر درع الكائن الحي بعد 540 مليون سنة لم يعد للبحر أثر سوى مستحثات ظلت شاهدة على تاريخ تراجعه بسبب تعاقب العصور بعد آلاف من السنين كانت الأنهار لا تزال تغمر هذه الأراضي حيث عاشت وسط أدغار خضراء حيوانات ضخمة جميعها انقرضت سوى الضبع الذي استطاع الصمود والبقاء اقتربنا من الهدف وبدت لنا علامات تنبئ بوجود الضبع هنا مما شجعنا على التقدم آملينا رؤيته إلا أن ما سمعناه من الخليل أثار قلقنا كان يجر الجثة حتى يدخلها إلى مغارته وهناك يبدأ في افتراسها مرة أحضر الشبان من المغارة رأسا لجثة آدمية فقمنا بدفنه كانت بقايا عظام الجثة متناثرة في المغارة ولكنهم لم يحضروا غير الرأس وكانت الأسنان لتزال مكانها كانت بينها سن من النحاس أتوا بالرأس محمولا فوق عصى أثبتوها بالعنق كما لو كانوا يحملون قننة غاز صغيرة جابوا رافدينوا بحال الباطع عشرات من العظام المختلفة ترسم أمامنا الطريق الذي سلكه الضبع جارا فريسته إلى مسكنه بعضها للمفاصل والبعض الآخر من العمود الفقري وحتى الجمجمة سقطت ضحية الطبع الوحيد الذي يمتلك أصلب فكين من بين جميع الحيوانات المفترسة شراسة الضباع وسرعة التهامها تجعل الواحد منها قادرا على ابتلاع أربعة عشر كيلوغرام من اللحم مرة واحدة وللضبع حضور قوي في الاعتقاد الشعبي لجل سكان العالم العربي لإيمانهم بالقوة السحرية لهذا الحيوان ورغم محاربة هذه الظاهرة من الشعوذة التي ذهب ضحيتها العديد من الحيوانات والآدميين فإن ذلك لم يمنع من استمرار تواجدها كممارسة تطبع سلوك بعض الفئات من المجتمعات ظلت إلى يومنا هذا حبيسة أوهام تراكمت منذ عدة أجيال والثابت أن خوف الناس من الضباع جعلهم يستهدفونها بالقتل المجاني مما أدى إلى القضاء عليها في أماكن انتشارها خاصة في الجبال والصحاري ونتيجة لذلك أصبح هذا الحيوان مهدتا بالإنقراض حاليا بالمغرب سنة 1988 كانت آخر سنة رأيت فيها الضبع لقد كثرت مطاردته واصطاد منه الناس الكثير كانوا يضعون له اللحوم التي يشتهيها في الكمين وكثيرة هي الضباع التي وقعت في الفخ ربما لم ينقرد الضبع نهائيا لكن من يدري فقد ينضاف اسمه يوما ما إلى الأسد والفيل وحيوانات أخرى كانت تتقاسم العيش بالصحراء المغربية في زمن ليس بالبعيد أثناء توقفنا عاد الشيخ أيتشيكوط إلى تلقيني دروسا تنفعني دعاء أثناء نزول خطر مفاجئ كان يقول مؤكدا إذا تمكنت من حفظ هذه الصور فلن تخشى الآدميين ولا من الضبع ولن تقتل أبدا كان ميشيل فيوشانج يعاني طوال سفره نحو السمارة فقد ظل شبه معطل الحواس بسبب معاناته من صعوبة التواصل مع مرافقيه الجديدين لم يكن ميشيل يتواصل مع المرافقين الآخرين إلا بواسطة الشيباني لم يتواصل قط معه مباشرة كانوا يقومون بعملهم فحسب لكنهم لا يتجاوبون معه كما يفعلون مع المهبول إذن كانت هناك مشاكل على مستوى التواصل ومن أجل تسهيل التواصل مع المهبول استعان ميشيل فيوشانج بكتاب لتعليم اللغة الأمازيغية لذلك استطاع أن يخط في مذكراته العديد من القصص والأحداث والأقوال انتظرت قليلاً حتى أصبحت الشمس أكثر ضياءً فالتقطت صورة ثم اتقط لي المهبول صورة أخرى قبل قليل انتهت عملية طهي الخبز أخرجه الشيباني من تحت الحجارة وبدأ يستعرضه علي كالمنتصرة ثم طلب مني أن أخذ له صورة فلبيت في الحال طلبه مما حمسه على التلويح عدة مرات بعد ذلك سيقطع هذا الخبز الثابت أمام العدسة أطرافاً ثم سيختص في إناء لزيت الأرجان ليختفي في بطوننا إنه وجبتنا لم يعد الشيخان يستدلان بضوء القمر لمعرفة الاتجاه الصحيح لا وجود في السماء لنجمة النيرة لا وجود على سطح هذه الأرض لأي أثر يمكن أن يساعدنا على الاهتداء بفضل بوصلتي التي بين يديه توضح بأن الشيخ الرجيبي يتقدم في الاتجاه غير الصحيح موسيقى كانت مع ميشيل فيوشانج بوصلة لذلك فهو يعرف جيداً أين يوجد الشمال والجنوب وكذلك الشرق والغرب وذات يوم قال ميشيل فيوشانج للمهبول بأن البحر يوجد في هذا الاتجاه وهذا أمر طبيعي فالبوصلة تدل على أن البحر هناك ثم قام المهبول بترجمة ما قاله فيوشانج لنبارك أحد المرافقين الذي غضب لاعتقاده بأن الفرنسي أراد أن يعطيه درساً والأمر غير ذلك تماماً فقد قال له بأن البحر من هنا إذن كان يصطدم دائماً بمشكلة التواصل لأن ذلك المرافق لم يستطع فهم هذا الأجنبي الذي يريد أن يريه اتجاه البحر بالنسبة إليه يستحيل على شخص أجنبي معرفة جهات المنطقة ما دام لم يراها من قبل بعد تصحيح الاتجاه استأنفوا سفرهم نحو الجنوب الغربي الثلاثاء الثامن والعشرون من شهر أكتوبر سنة 1930 لم تعود المسافة الفاصلة بينهم وبين السمارة سوى ثلاثة أيام ما لم يتعرضوا لحادثة مفاجئة إذا كنا لم نحظ برؤية الضبع الذي أوشك على الانقراض فإن بعض الحيوانات الأخرى لا تزال تستغل هذا الفضاء من أجل التعايش جنبا لجنب إلا أن هذه الكلاب بدت لنا وحيدة دون منافس أو أنيس ولم نكن نعلم أن هذا الأديم يخفي بين ثناياه أسرار مجتمع كامل من الكائنات حياتها نسيج من الأحاسيس والقصص فجأة مرك لمح البصر طيف لقارض صغير فتوقفنا لحظة لنقترب أكثر من عالم هذه الحيوانات التي فضلت العيش وسط هذا الخلاء إنها اليرابيع أجمل القوارض في الصحراء يعيش اليربوع الصغير في جميع البلدان العربية وشمال إفريقيا والجنوب الغربي لإيران ويتكون غذاؤه من جذور وبراع من نباتات الصغيرة والبذور والحبوب ولا يشرب الماء حتى وإن توفر حيث يكتفي بكمية السوائل التي يمتصها من النباتات ورغم أن اليربوع حيوان ليلي انفرادي إلا أنه يخرج أحيانا بالنهار القارض الآخر الذي يعيش مع هذه اليرابيع هو هذا الفأر الذي دفعه البحث عن المزيد من الأكل إلى اقتحام مجال اليربوع إلا أن الفأر غير مرغوب فيه جل حفر القوارض تتجاوب مع بعضها البعض عبر منافذ ملتوية تحت الأرض غريزة الحفاظ على البقاء تدفع الحيوان الجائع إلى الإصرار للحصول على الطعام ولو كلفه ذلك بعد المخاطرة ولا يتهاون اليربوع في الدفاع عن مجاله الحيوي إلى أن يتم طرد منافسه العنيد تتكاثر اليرابيع ثلاث مرات في السنة وتضع صغارها من أربع إلى خمس بعد مدة حمل تصل إلى خمس وعشرين يوما لكنه من الصعب أن يتوالد اليربوع في الأسر وإذا ما وضعت الأنثى أثناء ذلك فإنها تترك أبناءها يموتون لا تأكل القوارض كلما حصلت عليه من طعام بل تلجأ إلى خزنه وإذا حل عدو ما في مجالها الطبيعي فإن القوارض قادرة بفضل حاسة شمها القوية وحاسة السمع الحادة أن تنتبه إلى اقتراب الخطر واتخاذ الحذر وإذا تترك الزراف يجب أن تحت ترتاح المدرور لذاً يستقل المدرور وإذا فعليه لا تترك أسفل والأسفل وإذا فقد أحصر وإذا فعليه لم تترك أثناء هو الأسفل وانطبيق أبناء وأبناء إلا أن الفائر قد استغل هذه الفرصة ليتم مهمته المنيعة ويحصل على وحدات حرارية إضافية لكن سرعة الفأر الفائقة جعلته يتفوق على الكلب الجائع الذي سيكرر محاولة البحث عن ضحية سهلة أورد ميشيل فيوشانج في مذكرته أسماء العديد من الحيوانات التي كانت آنذاك متواجدة في فياف الصحراء كالغزالات والضباع والأرانب البرية مرتدياً زيه الصحراوي كان ميشيل فيوشانج يواري تعبه بأحلام هادئة مفكراً في أخيه جون الذي بقي ينتظر أخباره بمدينة الصويرة بمعية القائد حدو في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر سافرت شابة من فرنسا متوجهة إلى المغرب لتنتظر عودة ميشيل فيوشانج من السمارة لم تكن جاني سوى خطيبته التي تدرعت لعائلتها بكونها سترافق طاقماً من الممثلين لعرض مصرحية بالمغرب كتبت تقول في مذكراتها هدفه أريد أن يبلغه من أجله لأن شجعته وقوة عزيمته لا يجب أن تروح حاسداً ولكنني حينما أنظر إلى نفسي فإني لا أتمنى سوى أن أملأ بالقبولة وجهه المتسم بالبراءة والمشاعب الحيوية هذا الوجه الذي يوحي إلي بكثير من العطف وكثير من الطيبوبة أوشكت الشمس على الغروب وعاد الخليل السيد مع ابنه الصغير إلى خيمته الوبارية المنصوبة جنب بناء متواضع يستغله وأسرته أثناء هبوب العواصف مئات من أسر الرحل يعيش أهلها على وطيرة واحدة في الصحراء وأطفال صغار يتنقلون معهم معانين نفس المصير جيلان متفاوتان في الزمان متقاربان في المكان جيل أوشك على الرحيل فانطوى على أسرار الماضي وجيل محروم من الحاضر يوشك على اقتحام غياه بالمستقبل ومع الدنو رحيلنا عن منطقة المسيد مقتفين خطف يوشانج أبا الخليل سيد إلا أن يودعنا بكرم حاتمي ورثه عن أجداده القدامى موسيقى 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 اشتركوا في القناة